اشتركوا في القناة فعاليات دائماً نحب نكون مختلفين وبالذات لما نحكي أمور إلها دخل بالطفل أنه يطلع عن الخارج التقليدي ويتعلم عن تراثه عن أهمة في حياته بطرق مختلفة بس بطرق مهمة لإله فمثلاً واحدة من الأشياء في مسرحية صغيرة عن حفيد ابن بطوطة اللي اكتشفته أنا وإحنا بتنعمل المسرحية أنه ابن بطوطة كان رايح على الحاج صفى مسافر 30 سنة لبين ما وصل للحاج وفي خلالها كتب كتابه عن اللي شافه على طريقه فمن مصر مرونة في فلسطين ثم الأردن وبعدين لوصل للحاج فهي المسرحية رح يعملها أنه حفيد ابن بطوطة بيحكي مع الأطفال بيقولهم عن جده إيش عمل وشو شاف على طريقه منها وقفته حتى في عجلون فهي من الأشياء المميزة رح تكون الخراف في متحف الأطفال كتير رح تكون من الزينة والديكور لأنه يلعبوا الأطفال مع خراف حقيقية لأنه يعملوا خرافهم الصغيرة كروت كمان بيقدروا يعملوا صورة العيد ويكتبوا فيها رسائل العيد والعيديات للناس اللي بيحبوها فهي كلها أشياء مختلفة سواء بالرسم بالفن باللعب احنا عم نحتفل باللعب كتير ناس ما بتحس إنه اللعب هو إشي كتير مهم للطفل لتنميته لنموه لتعلم الطفل فإحنا دائما نتعلم من خلال اللعب في متحف الأطفال فهي هي كلها من خلال اللعب من خلال الاكتشاف كل إشي موجود حوالينا بس بطريقتهم مختلفة والمخصصة لأيه للطفل يعني هذا رح يشوفوا مبارح شافوا واليوم مبارح ما دوامنا هو أول يوم اليوم حي يبلش الفعالية لثلاثة يام ثلاثة يام وكيفية يعني بسك قبل ما أسألك عن المتحف في رسوم دخولية هي مشمولة برسوم الدخول العادية للمتحف اللي هي تلدنا النير للشخص الواحد في ناس بستكتروا المبلغ مضبوط وأنا هاي دائما بحب أحكيها أول إشيء متحف الأطفال هو مؤسسة غير ربحية تأسست برؤية من جلالة الملك إيرانيا بس إحنا مؤسسة مستقلة العملة الدراسة أول ما فتتح المتحف عن قديش لازم تكون رسوم الدخول وكان وقتي عشان نغطي تكلفتنا لازم تكون رسوم 11 ل 14 دينار فإحنا الرسوم مدعومة جدا وهي بس 30% من دخلنا الإجمالي بس كمؤسسة غير ربحية إحنا محتاجين هذا الدخل كتير بنفس الوقت بالمقابل إحنا منقدر أنه مش كل شخص في مجتمعنا بيقدر يدفع 3 درانير خاصة اللي عنده أطفال مثلا 6 أطفال أو 7 أطفال أكيد هاي رسوم كتير عملنا أكتر من طريقة اللي هم ما يكون دائما منقول ما بدنا طفل بالأردن يكون نفسه يروح همتحف الأطفال وما يقدر فأول يوم جمعة من كل شهر بيكون هو يوم مجاني مفتوح للجميع بدون أي قيود بقدر أي حدا يجي يزورنا كل أطفال وزارة التربية والتعليم طلبت وزارة التربية والتعليم ومعلمين وزارة التربية بدخلوا على المتحف مجانا ضمن إتفاقية مع وزارة التربية دور الأيتام والجمعيات الخيرية برضو بدخلوا مجانا ضمن إتفاقية مع وزارة التنمية فإحنا منحاول أدما منقدر أنه نغطي كل الفئات أدما منقدر اللي يضل أنه كل حدا بيقدر يجي على المتحف يعني تلت دانير هو مش مبلغ بس يمكن لأنه الواحد بسمع كلمة متحف يعني احنا لما يسافر لبرة بيدفع مبالغ مخيفة مشان يدخل يشوف متحف ويمكن شغلات مرات ما إلها يعني هلأ الهمية هاي بس إنه اسمه متحف صح فإنه تلت دانير مش ما رح تكسر أي حدا وهالتلت دانير بتستضيفي شخص بحال ما بيقدر يدفع هالتلت دانير عشان يدخلها على المنحف بسرط هي دايما أنا بقولها يمكن الناس لما يشوفوا أنه عنا يوم مجاني بيفضلوا ييجوا فيه بس اللي ممكن أنه نفكر فيه بطريقة مختلفة لما الواحد ييجي باليوم العادي ويدفع رسوم الدخول هو عم بيساعد أشخاص تانيين يدخلوا مجانا أو يستفيدوا من الطرق المجانية للدخول للمتحف فهاي بتكون مساعدة مباشرة وغير مباشرة لغيرنا بنسألك إيش أهداف المتحف للأطفال هدف كتير بسيط التعلم التفاعلي التعلم من خلال اللعب الاكتشاف والفضول تحفيز الطفل إذا بدي أدخل بهذه الشغلة إذا بنيجي لسوق العمل هلأ بيجي بقلك سوق العمل عم لا يناز متعلمين كتير بس ما عندهم مهارات حياتية وإحنا مجتمعنا كتير شديد على الطفل ما تمسك ما تقرب ما تكسر ما تلعب سواء بالمدرسة ولا بالبيت همنا دايما ديكور البيت الترتيب النظام هاي الأشياء ما تحفل الأطفال لا بيقول للطفل اكتشف تعلم إلعب انت اخلق بإيدك انت قل لي ما في جواب صح وما في جواب غلط انت بدك تركب هاي بهاي الطريقة معناته انت أكيد شايف إيشي ممكن يكون أكبر من هيك هدافنا نحفز المخترع المستقبل الفنان في المستقبل الممثل المخرج كلها أشياء نقصة بمجتمعنا بس احنا منطفصها بالطفولة لا متحف الأطفال احنا عم نقول للطفل طلاحة كلها من هلا ومندعمها منساعد المعلمين بالمدارس كمان انه يطلعوها وانه يمكن عندنا أمل انه كمان نصير نوصل لمرحلة انه احنا عم نلهم المعلم حتى في الغرفة الصفية انه يدرس طريقة مختلفة هل في عندكم أطفال متكرر حضورهم يعني بنسجموا كتير وبيضلهم ييجوا على المتحف؟ عنا تقريبا ألفين عضو وعضوية عنا عضوية بيشترك العيلة بتشترك للسنة كلها وبيصيروا ييجوا بعدد متكرر غير محدود للمتحف لأم تقدر تحط طفلها وتروح ولا لازم تقعد مع أبنها؟ احنا بنفضل انه تكون موجودة لانه جزء من العملية التعليمية هو التفاهل بين الأم أو الأب والأطفال فدايما انه نتركهم هاي لحالهم حرام حرام لقلهم فاحنا ضد عملية انه بس نتركهم ونروح بس في بيكون مناسبات خاصة أو أشياء خاصة لي بيكون في الأهل من قلهم لا هذا الوقت للأطفال لحالهم سنة الماضية عملتوا شيء حلو كتير هو المتحف متنقل هذا كل ما أحكي عنه أنا كتير بسير أضحك قدما هو شيء مفضل لإلي متحف الأطفال المتنقل هو كان حلم لكل ما نشتغل بالمتحف لأنه دايما بنقول أنه في ناس قد ما نوصل لناس في ناس حتى لو امنى رسوم الدخول تماما رح يضل البعد والمسافة بالذات للطفل في العقب في معان في الطفيلة انه يوصل للمتحف فقرر المتحف أنه يطلع لقلهم بدعم مشكوري من وزارة التخطيط وشركة زين وشركة البورتاس قدرنا نوصل لأطفال كتير هلأ من أطلقنا المتحف المتنقل بشهر اثنين هاي السنة وصار أكثر من 25 ألف طفل وعائلة مستفيدين منهم شو الاستفادة شو موجود في هذا المتحف المتنقل بيدخلوا الأطفال هو الكل بيفكر أنه زي فان كتير كبير وبيدخلوا عليه الأطفال لا احنا الفان بس بينقل الغراض ومنطلع الغراض في قاعة كبيرة زي صال الرياضية أو إشي زي هيك وهي محطات استكشافية في قبة فلكية بتعرض فلام ثلاثية الأبعاد عن الفضاء بطريقة مبسطة للأطفال محطة علوم محطة جسم الإنسان أو اللعب والحركة ساحة المدينة فهي محطات في تفاعل مثلا بتعلموا عن النظاف الشخصية صحتنا الاعتناء بالأسنان بس كله من خلال اللعب زي ما احنا دايما بكل إشي المتحف المطلق المجاني للجميع لجميع العائلات وطلبة المدارس الفترة الصباحية هي بتكون رحلات مدرسية وبعض الظهر هي للعائلات ما بدر أحكي لك قديش ناجح كل قديش بنطلق يعني كل أسبوع نكون منطقة تقريبا يعني عم نحاول نكون تقريبا كل ستة سبعة أيام بمنطقة هلأ صرنا مخلصين بالفصل الدراسي اللي مرة مش اللي احنا فيه هلأ معظم الجنوب وطلعنا هلأ ع الشمال خلصنا جرش وعجلون هلأ الفريق بقرية الوهادنة فيه عجلون في فترة العيد وإذا فيه حدا من هذيك المنطقة نتمنى أنهم يزورونا هلأ وبعدها رح نكمل على إربد وبعدين منخلص ومنرجع مرة تانية منكمل محافظات الجنوب فرح يظل مستمر إن شاء الله يعني الكادر اللي بشرف على المتحف المتنقل كم عدده تمانية صعب اللي كتير يعني مع السائقين مع هاي وعم بيبدعوا حياتهم دايما على الطريق يعني ما بيقعدوا يعني دايما هم من مدينة ومن بلد للتانية وعم بيعطوا إشي رائع وبقلبهم عم بيعطوا والإقبال من الأطفال اللي موجودين بالمحافظات اللي بيكون كتير منيح كتير عم بيستمتعوا كتير عم بيستمتعوا أو هذا. عم بيحسوا إنه هذا بإشي الاهتمام. عم يستمتعوا فيه بطريقة رائعة وبتعلموا بطير. بس هذا المتحف المتنقل أظن الطفل لحاله بشارك فيه. كيف يعني؟ يعني أهله ما بيكونوا معه. برضو بيكونوا معه. فيه بكونوا عم بيجوا. عم بيجوا الأهل وعم بمبسطي كثير على التفاعل وكيف الأهل عم بيشكرونه. مثل القبة الفلكية كثير أهل بيطلبوهم يروحوا أول. فيه ستة كثيرة كبيرة مثلاً أخي تيارة طلبة أنا بدي أكون أول واحدة أدخل على القبة أشوفها. كيف تشوفيها؟ فيلم ثلاثة الأبعاد هي زي رحلة سحرية بتخلينا سبيها على الفضاء. فبيكونوا مقاعدين على الأرض والقبة هي كبيرة وبيعوا دجوات ويتفرجوا هذا الفيلم. وبتعلموا فيه عن الفضاء والنجوم. من وين بتجيبوا أفكاركم تستخدموها بالمتحف؟ من كل محل. أعظون أنا أقل واحدة عندي الإبداع بالفريق. بحظوظة أنا أديش في فريق. الإبداع هم ماشيين. يعني قسم البرامج والتعليم عندنا. مثلاً أقول لك مثال الخرفان في العيد. أعجبوهم وتدخلي بتلاقيهم هيك. وقفين كلهم الخرفان على حيث عندنا هيك مايل شوي. واحد عليه مثلاً بطات، واحد عليه سيديات، واحد عليه طابات. فقلت لهم كيف تلاتوا بهذه الطريقة اللي هو حتى الخرف أعطتوه نكهة جديدة. حلو. فبرضو إنه حلو إنه الطفل دايماً يشوف إنه كل إشي ممكن يكون مختلف أو ألوانه مختلفة. أو مش ضروري نضل على الطريقة النمطية التقليدية. وهي هايلي دايما برجع بقولها إنه إحنا دايماً بنقول للطفل لأ هاي الشغلة لازم تكون هيك. طب ليش؟ يعني دايما سؤال الطفل طب أنا بدي ألون الخروف أصفر. حر. بالضبط حر. هيك أنا شايفو. هيك أنا شايفوك عجبني لونه. هيك عجبني. ليش ما نخليه إنه لونه أخضر أصفر. أي لون هو بده إياه. فالفريق الإبداع اللي عندهم بالبرامج بالذات. طبعاً ما بقول إنه بس هو أفكار أو إبداع. هو كمان بيدخلوا بيعملوا كتير بحث. بيعملوا دراسة قبل ما يطلع البرنامج للجمهور والأطفال. بيكونوا درسوا من ناحية العلمية تبعتوا شو المهارات اللي رح يكتسب بها الطفل. بيأثر عليه نفسياً ما بيأثر. بيأثر. كل هاي الأشياء. مثلاً من الكريتيريا اللي عندهم ياه أنه لازم مثلاً شو المهارات هي الاتصال. العمل ضمن فريق. هي التحليل. في مهارات معينة لازم يكتسب بها الطفل ضمن كل برنامج. فهذا كله بيكونوا يشتغلوا عليه لبما يوصل للجمهور البرنامج. بيكون صار له كتير فترة بالتحضير. هلو. وكل قدش بتغيروا البرامج؟ يعني أكيد مش ضلهم هنه هنه من يوم فتحتهم. لا. كل شهر أو بالكتير شهرين بيكون فيه زي نكهة جديدة للبرامج أو ثيمة معين للبرامج. مرات ممكن تكون مادية علمية بحتة زي الأوزان الأثقال أو الضوء أو الكهرباء. ممكن تكون وهاي منوصلها بطريقة ممتعة للطفل. أو ممكن تكون زي هدول الشهرين مع الأعياد وكاننا الأسبوع الطفل العربي اللي هو اللعب. فما في شهر زي الثاني. وما في ثيم زي الثاني بيكون. يعني هلأ إحنا أيام عيد والخير في الشعب الأردني كتير والحمد لله. فعني إذا حدا من الناس اللي عم بيشوفونا هلأ حب إنه مثلا يودي أطفال أيتام جمعية خيرية يوديهم على المتحف. شو الطريقة بيدفع رسوم ما بيدفع رسوم. إيش ممكن تقدمو لهم في وجبات أو ما فيه. هذا السؤال كتير حلو كتير عملنا أشياء زي هيك برمضان. بيقدر أي شخص إنه يرتب لهذا الأشي يفضل الحجز قبل لأنه ممكن عشان هم يكونوا مبسوطين ومرتحين. ونتأكد إنه فيه برامج منيحة لهم. فبتم التنسيق معنا بنحجز لهذه الأطفال. هلأ معظم دور الأيتام بيدخلوا على المتحف مجانا ضمن الاتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية. فبس مناخد الموافقة من الوزارة بيدخلوا مجانا. وبيقدروا بهيك حالة اللي عم بيرتب لهذه الزيارة إنه يدفع لهدايا مثلا لإلهم. يغطي تكلفة الوجبات لإلهم. وإحنا منرتب له لهذا الاشي للوجبات ولكل اشي إنه يكون موجود. وطبعا بيكون شاملة لكل البرامج وقاعة المعروضات الموجودة بالمتحف. كتير حلو. قدير يعني تقريبا الوقت المدة الزمنية اللي ممكن يقضيها الطفل داخل المتحف. هلأ لا يستفيد ساعة ونوص لساعتين. بس بيقدر يقض نهار كله وما يزهق بمرة. ويقض من اللعب يعني من محل لمحل يتنقل. باستمرار. وبالذات في برنامج زي برنامج العيد لأنه موجود كل إشي فبيقدروا الأهل يجوا يقضوا نهار كلهم كله مع ولادهم في المتحف. وأنا متأكد ما رح يحتاجوا أي إشي بره في العالم الخارجي. كتير حلو. طب شو ساعة دوام خلال العيد رح تكون؟ من العشرة للستة. العشرة للستة. ثلاثة أيام العيد اللي ابتداء من اليوم لآخر يوم العيد. أنت عطلتكم الأسبوعية. الثلاثة. يعني أول يوم دوام، أنت أول يوم عطلة. عطلة، الفريق طبعا آلي تحت. في شي هيك جانب ما قدرنا نغطي عن المتحف الأطفال. تحكي لنا أنت عنه حاب تحكي لنا. حاب تخلي الناس يعرفوا شو هو متحف الأطفال. أظن إذا في أكثر إيشي أنه دائما في ناس لسا كتير ما بتعرف شو هو متحف الأطفال. والإسم شوي يعني دائما بفكروا أنه محل إيشي أشياء تقليدية قديمة من التراث يعني للأطفال هي. يمكن أحب أوضح إيش هو متحف الأطفال. هدف المتحف زي ما قلنا قبل هيك أنه التعلم من خلال اللعد. هو عبارة عن معروضات كتير كبيرة. بعضها موجة السماء. جسم الإنسان، منطقة البناء، الدوق والعداسات. كلها أشياء يتعلم عنها الطفل في المدرسة. ويقدر يجي بشوفها، بيتفاعل معها، بيمسك، بيلمس بكل حواسه، بيتعلم. ليس بس إنه حدا عم ينظر له. دائما نقول كتير معلمات بيجوا عنا، بيكونوا عم يحاولوا يوصلوا صورة أو معلومة معينة في المدرسة. بيقدر يوصلوا بطريقة أفضل، بالطريقة التفاعلية في المتحف الأطفال. برضو بنعتمد كتير على أن الطفل يكون عنده التقمص الأدوار وأنه يعيش أدوار مختلفة. فممكن يكون هلأ بناء أو يكون يشتر في السوبر ماركت أو يعمل أشياء مختلفة. واحد من المناطق المفضلة عندي هي القلاع اللي هي لعبتنا وإحنا مفضلة وإحنا صغار اللي هي. منقلب العفش لأهلنا ومنحط شرشف من هون ومن هون ومنتخبى تحتها. هاي منطقة كاملة للأطفال وهي بس يطلقوا الخيال. فبتلاقيهم عملوا حالهم بحرب أو بأمير وأميرة أشياء زي هيك. وبيقروا قصص وبتخبوا تحت مناطقهم وهي القلاعة. هاي القلعة تبعته. فهي الخيال، الفضول، الاكتشاف، والتعلم، التعلم مادة علمية كمان برضو من خلال اللعب. نحن رح ننتقل لمتحف الأطفال هلأ مع ألن يوسف موجودة عبر ما تجهز حالها. بدنا نسألك كمان عن متحف الأطفال. يعني فيه أي دعم خارجي بيجيكم؟ نعتمد دعمك كثير على الدعم إحنا. 30 بالمئة من ميزانيتنا هي دخلنا. الباقي إحنا منشكر كل المؤسسات اللي دعمتنا في السابق وما زالت تدعمنا. لأنه بدونهم ما منقدر نستمر. هم اللي عم بيخلونا أنه نقدر نتقدم من شركات خاصة. فيه المؤسسات اللي كانت مسميهم المؤسسين لما تأسس المتحف. وفيه اللي بشكل مستمر سنوي. وهم بنوك شركات في بعض الوزارات. مثل وزارة التربية والتعليم الاتفاقية اللي بيننا وبينهم. هذا كثير إشي بيساعدنا. وزارة التنمية. فهي الأشياء هي اللي بتخلينا نقدر إنه نضل نوافين. الحمد لله. الحمد لله. في عنكم أفكار لتطوير المتحف يعني. لدينا أمل إنه لسه بدنا نعمله هذا ميزانية لحاله. بس بهاي الأثناء عم نحاول إنه دايما نطور بشكل مستمر. بمثلا زيادة أواعي أو أغراض أو أصوات أو أشياء. شو ما بنقدر بمناطق مختلفة في القاعة المعروضات عنا عم نشتغل عليها بشكل مستمر. عم نقوي برامجنا كل يوم أكتر من التاني. بس عنا أمل طبعا إنه نوصل لمرحلة اللي إحنا عم نتوسع عم نكبر. المتحف المتنقل يصير أكبر وأكتر. يصير أكتر. إن شاء الله. يعني يكون نفس النهار يتوزعه مثلا بثلاث محافظات. يا ريت. يعني هذا أكيد الحلم. إحنا لسه بدنا نهلأ بشهر اثنين. وإن شاء الله الله يقدرنا إنه نقعد شي حالي القادة بعد كمان سنة. ونشوف إنه توسع عن جد وكبر المتحف. حلو الحلم هذا تشوفي يتحقق. وإن شاء الله رح يتحقق. يعني بيهلأ الباشن بالطريقة بشغفة بالحب اللي عم تحكي فيه أكيد رح يتحقق. ومش أنا. يمكن أنا أقل واحدة من الفريق لو يعني. إذا أنت أقل واحدة من الفريق شوف دفوهم. عم زاد لو تشوفيهم. يعني هم اللي موقفين المتحف. وكل واحد فيهم. صعب الواحد يشتغل بإشي باللأطفال وما يحبه. مضبوط. ستساوسان هيك بحب أمنيتك أنت بها الأيام هاي. إنه كل حدا بس يشوف يحب متحف الأطفال إنه كل طفل يستفيد وبيحلم متحف الأطفال إنه يجي عليه. حلو حلو الأمني يعني أمنيتك حتى بتعلق في الأطفال ومتحف الأطفال. نحنا بتمنى لك كل التوفيق وكل عام وأنت بألف خير. وأنتو بألف خير. ستساوسان الدلق مدير عام متحف الأطفال. شكرا شكرا شكرا. شكرا. شكرا.